نبدأ النهاردة ونعرف ايه هي التغيرات اللي حصلت في خارط العالم في الفترة الاخيرة هنعرف كمان مع بعض يعني ايه جغرافيا السياسية وكمان اسمات العلماء في العلم الجغرافيا السياسية وكمان اهداف الجغرافيا السياسية واهميتها وايه هو الفرق بين الجغرافيا السياسية والجيوبلوتيك وكمان هنحدد مع بعض مجالات الجغرافيا السياسية وأهمية التكنيات الحديثة في تطور الجغرافية السياسية ودور الجغرافية السياسية في حل القضايا والمشكلات الدولية عندنا حاجة مهمة عايزك تشوفها جلوقتي ودي لازم تركز فيها لأنك تفاهمك الدنيا مش يزاي عندنا الخريطة الأولى داية أسيا قبل تفاكك الاتحاد السوفيتي بص كده على اتحاد الجغرموريات السوفيتية الاشتراكية بص على مساحته كانت قد إيه وبص على الحدود اللي كانت حواليه تعال نشوف دلوقتي خريطة أسيا بقت عاملة زي بعد ما تفاكك الاتحاد السوفيتي زي ما احنا شايفين اسم الدولة زي نفسه تغير المساحة قلت الحدود زادت الحدود قلت وكمان ظهرت دول جديدة ومن هنا بنقدر نشوف ايه هي التغيرات اللي مرت على خريطة العالم السياسية واولهم ظهور دول واختفاء دول أخرى كمان اندماج دول مع بعضها وانقسامها وممكن نديك مثال على دي زي اندماج المانيا الشرقية والغربية وانقسام زي كوريا الجنوبية والشمالية عند كمان اختلاف توزيع القوى العالمية بزهور قوى واختفاء قوى زي ما حصل الاتحاد السوفيتي كان هو الواخد الاكتساح في العالم فجأة اختفاء وظهرت قوى جديدة اللي هي الولايات المتحدة الامريكية كمان عندنا نسج علاقات دولية جديدة وتمزق اخرى احنا كلنا في حاجة الى اننا نعمل علاقات مع بعض زي مصر ما لما لقيت ان اسيوبيا عملت ازمة المياه فباقينا بنلجأ الى اننا نعمل علاقات مع دول افريقيا ومعاها شخصيا عشان نحل المشكلة دي دلوقتي كمان عايزين نعرف حاجة مما جدا هو يعني ايه اصلا جغرافيا سياسية الجغرافيا السياسية بقى دي يعني هي من الاخر فرع من فروع الجغرافيا البشرية تهتمل بدراسة المكاومات الجغرافية الطبيعية والبشرية للدولة وتنظيمها الداخلي وتأثير ذلك في قواتها السياسية وعلاقاتها الدولية تطور الجغرافيا السياسية ظهر لنا في الاول كده زمان علمين وحديثا علمين العالم الاول اللي ظهر لنا زمان واول واحد وهو اريستو اريستو تناول في مؤلفه في السياسة الدولة المثالية قال لنا الدولة المثالية دي هي ما بتخرجش عن خمس عناصر ايه هم بقى الخمس عناصر دول هم عدد السكان العاصمة الموارد الاقتصادية الحدود السياسية والجيش كمان قال لنا ان مدى قوة الدولة وضعفها بيقف على حاجة ايه هي العلاقة بين عدد السكان والموارد الاقتصادية وكمان ناقش معانا موضوع الحدود السياسية المحصنة وتأثير المناخ على موقع الدولة الجغرافي وهندرس الكلام ده بتفاصيل اكتر جوه في المنهج عندنا بقى ظهر بعض عالم تاني اسمه ابن خلدون ابن خلدون قال في كتابه مقدمة التاريخ ظاهراتين اتكلم عنهم في العالم العربي وهي القبيلة والمدينة وتكلم عن حاجة كده اسمها دورة حياة الدولة الدولة زي الانسان بالزبط بتمر بشوية مراحل وهم النشأة السبات النضج الادمحلال ونقش كمان عوامل كيام الدولة ونعداتها وسقطها حديثا بقى ظهر لنا عالم كبير اسمه فريدريك رادزل ورادزل هو الاب الروحي للجغرافيا السياسية مصاحب ميلاد الجغرافيا السياسية وهو اول مؤلف علمي في الجغرافيا السياسية هو اعتبر الدولة كأنحي لها ميلاد ونمو وفاة ويرى ان خريطة العالم السياسية تشكلت نتيجة للصراع بين الدول مع بعضها البعض رودولف كيلين رودولف كيلين عالم سويدي اول من استخدم مصطلح الجيوبلوتك يرى دراست الدولة كعضو جغرافي وان الدولة تستخدم قوتها لهدفين هدف داخلي وهو تحقيق الوحدة والانتجام بين شعبها وبعد كده بتخرج برا الى الهدف الخارجي وهو التوسيع في حدودها بالسيطرة والاستلاء على الدول المجاورة تمام جدا بعد ما قال بقى كيلين عن معنى الجيوبلوتك طب ايه هو الفرق بين الجغرافيا السياسية والجيوبلوتك الفرق واضح فيه ان الجغرافيا السياسية بتدرس الوحدات السياسية او الدول يعني بتحليل بيئتها الطبيعية والبشرية دراستا موضوعية لتوضح اثر ذلك السلوك السياسي للدولة وبتدرس الكيان القائم للدولة كما هو فعلا وبتدرس الدولة ككيان سابت موجود زي ما هو لكن الجيوبلوتك مختلف خالص هي بتهتم بنفس الدراسة ولكن من وجهة نظر الدولة الذاتية ومطالبها في مجال السياسة الخارجية وبترسم صورة للي مفروض تكون الدولة عليه وكمان بتشوف الدولة انها كائن حي ودي افكار استعمارية كبيرة جدا يعني الجيوبيوتك سابتة مع نفسها ان هي بتزود وبتحاول تعمل علاقات مع الدولة جنبها وبتجذب الحب ما بينها وبين الدولة التانية لكن الجيوبيوتك بتقوي نفسها من جوى الدولة وبتتوسع بعدها الى الدولة الجنبية وتستعمرها طيب ايه اهداف الجغرافية السياسية؟ الجغرافية السياسية بتهدف الى دراسة الوحدات السياسية او الدولة من حيث ملامحة الجغرافية سواء طبيعية او بشرية بتهدف كمان الى انها بتحدد عناصر الكوة والضعف الوحدات السياسية كمان بتحلل التجمعات الاقليمية والعالمية تحليلا جغرافيا موضوعيا وكمان تعريف بالمشكلات السياسية وتحليلها زي قضية رسم الحدود السياسية اللي حصلت بعد الحرب العالمية وكمان زي قضية طابة اللي حصلت بين مصر واسرائيل كمان توفير البيانات والمعلومات الموضوعية اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة زي الابعاد الجغرافية طب ايه مجالات الجغرافية السياسية؟ زمان كان فيه دراسة الوحدات السياسية العلاقات الدولية المشكلات السياسية ولكن دلوقتي اختلف الوضع هندرس الدولة كمجال لدراسة الجغرافية السياسية او منهج دراسة الدولة ايه هو منهج دراسة الدولة؟ دراسة الخصائص الطبيعية للدولة من حيث موقع وتدريس ومساحة ومناخ وخصائصها البشرية زي سكان وانشطة اقتصادية تحليل قوة او ضعف للدولة على اساس خصائصها الطبيعية والبشرية والسياسات العامة للدولة وعلاقاتها الخارجية كمان هندرس مع بعض التحليل السياسي للكوة من حيث دراسة الابعاد الجغرافية للصراع بين القوى المتنافسة في العالم كمان هندرس مع بعض النظام العالمي وما ينتج عنه من تغيرات وده بيشمل دراسة التكتلات الاقتصادية مثل السوق الاوروبية المشتركة والتفاقيات منظمة التجارة العالمية والاحلاف العسكرية زي الناتو وقضايا الامن المائي والغزائي للدول وقضايا الطاقة والمنظمات الاقليمية والدولية وأثر التدخلات العسكرية والحاجات دي هندرسها بالتفاصيل اكتر جوه المنهج طب ايه هي التكنيات الحديثة في الجغرافية السياسية ويا ترى كندرها في الجغرافية السياسية ايه عندنا الاستشعارة عن بعض الار اس او ريموت سينسينج وعندنا كمان تطور وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعندنا نظم المعلومات الجغرافية وهي الجي اي اس الاستشعار عن بعض او الار اس افاد الجغرافية السياسية بيه افادها عن طريق استخدام الاقمار الصناعية والتصوير الجوي واجهزة تحديد المواقع او الجي بي اس اتاح معلومات عن الحدود السياسية ومناطق النزاع بين الدول والممرات الملاحية والمياد اقليميال الدول طب تطور وسائل اتصالات افادنا بايه افادنا ان العالم كله بقى اللايب بقى العالم بقى كرنية كونية صغيرة وكلنا بقى نعرف الحاجة وقت حدوثها نظم المعلومات الجغرافية بقى وفرت لنا البيانات والمعلومات الرقمية عن الموارد الطبيعية والبشرية واستخدامات الاراضي مما يساعد على التعرف على قوة الدولة وتوفر خرائط دقيقة حديثة عن الدول وتوفير بيانات تساعد متخذ القرار على ان يتخذ القرار سياسي سليم بكده يكون درس النهاردة خلص وده تمرين بسيط ده علامة صح او خطأ امام العبارة الآتية الجغرافية السياسية هو العلم يهتم بدرسة الخريطة السياسية العالمية وهو احد فروع الجغرافية الطبيعية العبارة خطأ ببساطة هي فرع من فروع الجغرافية البشرية وده اخدناها اعتبر رودالف كيلين ان الارض بمثابة جسم الدولة والعاصمة قلبها خطأ اعتبر العكس يمد التاريخ الجغرافية السياسية بما تحتاجها من مجرايات الاحداث التاريخية التي اثرت في تطور الدولة لعبارة صح تساعد الجغرافية السياسية في تعزيز الامن الوطني والسلام العالمي لعبارة صحيحة دراسة العلاقات السياسية بين الدول لم تكن محور اهتمام الجغرافية السياسية قديما لعبارة خطأ كانت محور اهتمام الجغرافية السياسية قديما واخيرا الواجب اذكر نتائج المترتبة على تأثير الثورة الصناعية على الجغرافية السياسية الطهيرات السريعة التي شهد العالم أواخر القرن العشرين